اشتركوا في القناة ونشغله ونشوف كيف الوضع وكيف التوصيل بالتفصيل طيب في البداية احنا عنا الان المحرك خارج منه سلكين تشغيل اللي هم اللون الاسود وسلكين تقويم اللي هم اللون الاحمر وطبعا هدولا سلكين مفتاح الطرد زي ما انتم شفتو الان بدنا ننسى في البداية ننسى انه في عنا مفتاح طرد بدنا نلغي اسلاكه وبدنا ننسى انه في عنا مكثف لحظي بدنا ننسى ونحطه على الجنب احنا عنا بس مكثف دائم ومستمر مع محرك واحد فاز خارج منه اربع اطراف بدنا نوصل التوصيل العادية للمحرك الواحد فاز اه خلوني بس انا اوصل للمحرك بالطبعا التوصيل العادية اللي هي اه اهrogenنا نوصل المشترك ونوصل اه personality ايه انه هو مكثف الدائم بيقى مذاigue على اه التكويم اور التشغيل والكهربا بيقى عن خط المشترك وخط الكهرباء الثانى بييقى على خط التشغيل اللي مع المكثف الدائم لازم احنا نفهم هاي اول شي هاي توصيلة المحرك الواحد فازي العادية كلنا بنعرفها وكلنا جربناها وكلنا وصلناها ما فيها اي مشاكل بالنسبة لنا وبدنا نشوف بعدها كيف ننضيف مفتاح الطرد ونضيف المكثب اللحظي الفكرة اللي انا بدي فهمكم اياها انه توصيلته نفس توصيلة المحرك العادي يعني ما في اي فرق الان احنا عنا اربع اطراف خارجة من محرك واحد فاز الان احنا بدنا نوصل سلكين طرف تشغيل وطرف تقويم مع بعض مشترك الان هاي مشترك الان صار عندي هنا مشترك هذا مشترك اللي باخد خط كهرباء والان ظل عندي تشغيل وتقويم بوصل عليهم المفتاح عفوا المكثف المستمر الان انه قيمته عندي 60 بصراحة انا شاكك فيه انه خربان لكن انه بحسته عندي على السرية اعطاني انه شغال لكن هاي سايحة من هون مش عارف مش بتأكد الان اذا في مشاكل بيبين معي على التشغيل واثناء سحب الامبير ما عندي اي مشكلة ممكن انه احنا نغيره الان بنوصل المكثف المستمر مع طرف مع التقويم وطرف مع التشغيل عادي زي اي محرك واحد فاز عادي طبيعي والان بنوصل الكهرباء طبعا زي ما حكينا احنا نسينا المكثف اللحظي والمفتاح الطرف كأنه ما عندنا بنوصل الكهرباء على المشترك وخط الكهرباء الثاني على التشغيل اللي معه المكثف المستمر طبعا انا بدي اخي وارجيكم الان الاقلاع كيف بكون ضعيف وكيف بكون قوي بعد ما نوصل المفتاح الطرد والمكثف اللحظي خلوني بس احط كهرباء الان بدنا نشغل لاحظوا انتوا على الببين لاحظوا لاحظوا بطء الاقلاع عمل صوت جعرة هذا لانه الببين ثقيل والمحرك كبير فهذا ضعف في الاقلاع طبعا الان بدنا نحمل دار واخد دورانه الكامل لانه بدنا نحمل لو اركب انا المروحة الان ما بيدور بيضل يدور دوران بطيء ويكون الانبير عالي طبعا وممكن يحترق او ينزل قاطع او يصير عنا اي مشاكل لاحظوا كمان مرة تشغيل لاحظوا لاحظوا العمود انتوا هذا صوت الجعرة الاولانية هذا بيدل على انه الاقلاع ضعيف طبعا انا بدور جيكم ساعة الانبير كمان انا بقدر اعرف منها انه الاقلاع ضعيف او لا الاصل في ساعة الانبير هاي لما انا اشغل انا طبعا هاي عشرين امبير عالي شي فبالتالي في بداية اقلاعه بيسحب اكثر من عشرين امبير فبالتالي المفروض انها تسكر على الاخر وترجع بسرعة خلال لحظة اقل من ثانية ترتفع وترجع إذا ارتفعت ورجعت مرتين هذا ضعف إقلاع إذا ارتفعت وتحركت في الأمبير العالي وبعدين نزل هذا برضو ضعف الإقلاع طبعا هو بنزل لما يخذ الدوران الكامل هنا عندي الآن رح يخذ دوران كامل لأنه بدون حمل بدون مروحة لكن رح يكون ضعف الإقلاع يبين معي يا إنه الإبرة تبعت ساعة الأمبير إنها تتحرك هنا تطلع وترجع أو إنه ينزل ويرجع مرة ثانية على حسب فإذا تحركت مرتين أو ثلاث معناته هالضعف إقلاع الأصل إنها تطلع وتنزل مباشرة تطلع وتنزل مباشرة بدون أي تأخير وبدون أي مشاكل لاحظوا الآن أنا بدي أشغل لاحظوا على ساعة الأمبير أنتوا لاحظتوا كيف عملت هيك رجت فوق لاحظوا الآن كمان مرة بس خلي وقف لاحظوا الآن أخذ دورانه الكامل وقف على الأمبير المطلوب لكن هو تحركت الساعة مرتين أو ثلاث هذا بديل على ضعف إقلاع وكمان صوت الجعرة بديل على ضعف إقلاع هاي كما مرة آخر مرة على أساس إنكم تتأكدوا هذه هي فهذا بديل على ضعف بالإقلاع طيب الآن بدنا نوصل مفتاح الطرد ونوصل المكثف اللحظة طبعا التوصيلة هاي اللي وصلناها احنا بتبقى زي ما هي ما فيها أي مشاكل تبقى زي ما هي الآن نجيب مفتاح الطرد نجيب المكثف اللحظي عفوا المكثف اللحظي بدي توصل نفس توصيلة المكثف الدائم نفس توصيلة المكثف الدائم يعني بدي توصل على التشغيل وعالتقويم لكن أحد أطرافه بدنا نوصله عن طريق مفتاح الطرد بالتوالي عن طريق مفتاح الطرد بالتوالي يعني الآن أنا عندي هاي سلكين مفتاح الطرد لو ربطت سلك هنا على المكثف على المكثف الآن الآن هذا طرف المكثف اللحظي بدخل على مفتاح الطرد وبطلع من مفتاح الطرد من هذا السلك الثاني إذن الآن ننسى هذا الطرف الآن أنا عندي هذول أطراف المكثف الآن أنا عندي هذول أطراف المكثف طبعا هذا الطرف بنوصله وبنضبه ننسى الآن أنا صار عندي طرفين المكثف هاي هم واحد طرف مكثف والثاني طرف مفتاح طرد هاي هي التوصيل يا أخواني فقط لا غير الآن بنوصلهم على التشغيل وعالتقويم هذا على التشغيل وهذا على التقويم أول عكس ما عندك مشكلة فقط فقط لا غير هاي هي التوصيل يا أخواني يعني احنا بدنا نوصل المكثف اللحظي مع التشغيل والتقويم لكن احد اطرافه بده يمر على مفتاح الطرد احد اطرافه بده يمر على مفتاح الطرد يعني بنوصل طرف مفتاح طرد مع طرف مكثف لحظي الان بيبقى عندي مكثف لحظي ومفتاح طرد الان بنوصلهم على التشغيل والتقويم الان هاي وهي مفتاح الطرد على التشغيل وهي مفتاح الطرد على التقويم هذه هي التوصيل فقط لها غير والآن الكعربة تظلها كما هي في نفس الشيء طرف على المشترك وطرف على التشغيل طرف على المشترك وطرف على التشغيل فقط والآن نشغل ونشوف كيف الإقلاع أصبح ونقول بسم الله لاحظوا الإقلاع كيف قوي لاحظوا الإقلاع كيف كان قوي الإقلاع راحة الصوت الجعرى راحة الصوت الجعرى اللي كان موجود اختفى ليش؟ لأنه أخذ إقلاع كامل هاي كما مرة إذن إحنا هنا عنا وصلنا بشكل صحيح مفتاح الطرد والمكثف اللحظي خلونا أرجعكم سعة الأمبير كيف صارت الآن لاحظوا سعة الأمبير كيف بتطلع وبتنزل فورا تطلع وبتنزل فورا الهزة اللي كانت فوق يعني لاحظوا إنه كانت أواش الهزة فوق العداد هذا هز في الأمبير العالي الآن بطلع وبنزل مباشرة بطلع وبنزل مباشرة خلونا نشغل ونشوف لاحظوا طلع طلع ونزل طلع ونزل ورجع على الأمبير المطلوب يعني طلع لفوق ورد نزل وطلع على الأمبير المطلوب لفوق ما رد طلع كمان مرة لاحظوا هاي كمان واحدة لاحظوا سرعة انتو الساعة يعني سرعة العداد كيف بطلع وبنزل بسرعة هذا بديل على الإقلاع القوي لاحظوا كيف الرقص اللي كانت هون الحركة اللي كانت هون راحت هذا بديل على الإقلاع القوي ولاحظوا المحرك بده يقفز عن الطاولة لاحظوا كيف هاي هي هاي هي المعلومة اخواني ان شاء الله انكم تستفيدوا منها يعني موضوع سهل وبسيط ما فيه اي مشاكل فقط احنا خلوني بث انا احكي كلمتين كمان بحب انا بصراحة اعيد مرات المعلومة على اساس انها ترسخ وتثبت معاكم عنا محرك اربع اطراف طالع منه بنوصل طرفين مشترك بنوصل طرفين مشترك وظل عنا تشغيل وتقويب بنوصل عليهم المكثف المستمر طرف تشغيل وطرف تقويم زي اي محرك عادي واحد فاز بدون مفتاح وبدون مكثف لحظي فقط هاي توصلتنا والكاربة بتكون على المشترك وعلى التشغيل الان عنا مفتاح طرد وعنا مكثف لحظي الان بنوصل طرف مفتاح الطرد على طرف من اطراف المكثف اللحظي بيبقى الان عنا طرفين طرف مفتاح طرد وطرف مكثف لحظي بنوصلهم على التقويم وعلى التشغيل ما بهم اي واحد مكان الثاني ما بهم فقط يا اخوان فقط هاي هي كل التوصيلة ما بدها اي مشاكل ولا اي غلبة ما بعرف ارسمها او لا انا رسمتها بفيديو من الفيديوهات قبل هالمرة لكن بشوف شو بلك ارسمها او لا وحتى لو الفيديو اخذ وقت حتى لو الفيديو يعني تأخر لكن ان شاء الله انه في معلومات قيمة ومفيدة لكم باذن الله سبحانه وتعالى انكم تستفيدوا منها ويصير هذا موضوع المفتاح الطرد موضوع سهل بالنسبة لكم ان شاء الله طبعا ما بعرف اصورها بالرسم او لا بشوف ربنا يسر اللي فيه الخير خليكم معنا على كل حد ولا تنسوا زي ووصيكم دايما وبوصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا